لا تخاف إلا من الله ولا ترجو إلا الله ولا تتوكل إلا على الله ولا تعتمد إلا على الله وأن تفوض أمرك لله من قبل ومن بعد كل أمرك اجعله بيد الله سبحانه وتعالى ليس كلاما وإنما حقيقة تعيشها لا تخاف من أحد من البشر مهما بلغت قيمته ما بلغت مكانته لا تخاف لا تخاف إلا من الله لأنك تعلم أن أكبر ما يمكن أن يعمله فيك البشر هو تنفيذ إرادة الله فيك فقط أكبر ما يمكن أن يعمله فيك البشر هو تنفيذ إرادة الله فيك إذن لماذا أخاف منه أنا أخاف من الله لا أخاف من العبد وأعلم بأن أي أمر في الحياة يكون هو خير لي سواء كان ظاهره خير أو ظاهره شر وعجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير هذا كلام من النبي على صلاة والسلام إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أصابته سراء شكر فكان خيرا له مفوض أمرك لله مستسلم لله سبحانه وتعالى ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهم هذا المعنى فقال قال والله إني لا أصبح في كل صباح ولا أبالي أصبح على ما يسرني أو ما يسؤني فقال له ولما يأمر المؤمنين قال لأني لا أعلم الخير هو فيما يسرني أو فيما يسؤني